شدد وزير الخارجية سمح شكري على الحاجة إلى مراجعة وتطوير مفهوم الأمن الدولي بصورة تتغلب بها قيم الحوار والتعاون والتفهم لاحتياجات الآخر على منطق القوة والتجاهل وخلال كلمته في ابتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس المصري لشؤون الخارجية أشار شكري إلى أهمية مراعاة حقوق الآخرين السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بما يحول دون تحول النزاعات الناشئة إلى صراعات ممتدة كما شدد شكري على أهمية الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ولفت إلى مواجهة دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية تحدي كبير يتعلق بالأمن المائي مشيرا إلى مواطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة ومنوها بتمسك مصر بضبط النفس ومرعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التلمية دون أن يكون هذا الأمر أبدا في مقابل التهون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود ترجمة نانسي قنقر